اشتركوا في القناة الذي لا بد للإنسان المؤمن أن يتنبه منه ويمشي على هداه لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا طرق وأساليب عملية من أجل أن نكون عباد الرحمن حقه أيها المؤمن عندما تقف أمام الحرام لابد أن تنظر إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى لأن هذا الحرام لابد أن يتحول في ملكوت الله إلى عمل أنت لا تراه في دار الدنيا بشكل حقيقي ولكنك إذا انصرفت إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ووقفت بين يديه فإنك يومئذ ترى حقيقة هذا الفعل وهذا العمل وكل تلك الجرائم التي عملتها في دار الدنيا فيصبح بصرك حديد كما تقول الآية الكريمة فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد إن المؤمن عندما يقف أمام الحرام ينظر إلى ملكوت ذلك الحرام ينظر إلى أبعاده إلى ما ورئياته إلى ما يترتب على هذا الحرام من آثار كما بالنسبة إلى من يأكل الربا فإنه في ملكوت الله سبحانه وتعالى هو إنسان ممسوس كما تقول آية الكريمة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هذا الإنسان مسه الشيطان الرجيم الملعون فأخذ يتلاعب به يتلاعب بعقله بنفسه بتصرفاته بسلوكياته فاقتحم هذا الإنسان بسبب هذا السلوك السيء اقتحم هذا الإنسان الربا اقتحم الحرام لأنه لم يكن ينظر إلى وراء هذا الحرام ما نظر الإنسان إلى العقاب الذي يترتب على هذا الحرام كي يكون العقاب رادع لك أيها الإنسان عن ارتكاب هذا المحرم وهذه المعصية كما أن هذا الإنسان لم يرى بعين البصيرة ملكوت هذا الحرام وحقيقة هذا الحرام الذي يقبل عليه لأن الإنسان عندما يضع يده على المال الحرام على مال اليتيم ظلما على اختصاب حقوق الناس على اختصاب حقوق الناس المستضعفة والفقيرة والمحرومة والمسكينة والمستضعفة عندما يضع الإنسان يده على ما ليس له حق فيه يكون هذا الإنسان قد ابتلي بأعظم أنواع الابتلاءات عند ذلك يجب عليها أن يجرد كل المفاهيم التي تعرفه على عدم جواز التلاعب بحقوق الله سبحانه وتعالى من خلال التأمل في حقيقة آيات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لأننا أيها الإخوة إذا قرأنا ظاهر آيات القرآن قد لا نربط أنفسنا مع الله سبحانه وتعالى ولا نربط هذه المعاصي والمبقات مع الله سبحانه وتعالى فنعتقد قد نعتقد وفي كثير من الأحيان نعتقد أن الإنسان مثلاً إذا حاز على مال ولو من طريق فاسد ومن طريق غير محلل يكون هذا الإنسان ربما يعتقد بأنه قد حصل عليه من باب الذكاء من باب الحنكة ومن هذه الأبواب المعروفة يفكر بأنه إنسان ذكي حصل الأموال لمجرد حصول الأموال خلص انتهى كل شيء بالنسبة إليه الإنسان المؤمن هو الذي يفتح عين قلبه لرؤية ملكوت الله سبحانه وتعالى ليميز بين الحلال والحرام وبين الخبيث والطيب ويصرف نفسه عن الشهوات والرغبات وعن متعلقات الدنيا ويربط نفسه في كل حرام بالله سبحانه وتعالى وبعقاب الله سبحانه وتعالى لأنك أيها الإنسان إذا أردت والعياذ بالله أن ترتكب حراما بغصب حقوق الناس أو التعدي على ممتلكاتهم مثلا أو أكل مال اليتيم ظلما أو الغيبة أو النميمة أو الربا وهو أكل المال بالباطل عند ذلك أنت تعد العدة لمحاربة الله سبحانه وتعالى في ملكه وملكوته فإن الله سبحانه وتعالى لن يوفقك لأكل هذا الحرام ربما تأكل حراما لكن النتيجة ستكون هي السوء العاقبة في الدنيا قبل الآخرة ولذلك ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام رب دانق حرام هو عند الله سبحانه وتعالى أعظم من سبعين زنيا في الكعبة المشرفة الله أكبر ما هو الإجرام الذي يرتكبه الإنسان بحق نفسه عندما يخدم على حرام عندما يسيء إلى نفسه فيظلمها ويسيء إلى خالقه بأنه لا يمتلك التقوى التي تبعده عن معاصي الله سبحانه وتعالى أين يجدك الله سبحانه وتعالى بماذا تفكر أيها الإنسان ألا تفكر في نفسك ألا تفكر في عائلتك التي تأكل الحرام ألا تفكر في المستقبل الذي ينتظرك يوم القيامة عندما تتعدى على حقوق الناس فتبرز أمام الله سبحانه وتعالى للحساب وكما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل أي عمل هذا الذي تقدمه بين يد الله سبحانه وتعالى أي عقاب ينتظرك عندما تأكل أموال الناس بالباطل عندما تقتحم الربا عندما ترتكب النميمة والغيبة وتأكل لحم الإنسان في ملكوت الله سبحانه وتعالى يتحول هذا الأكل إلى أكل حقيقي فبدلا من أن تكون إلى جانب انتصارك على نفسك وشهواتك ورغباتك تتبدل هذه الحالة لتتحول إلى حب الدنيا الذي هو أعظم خطيئة يرتكبها الإنسان في حق نفسه وحب الدنيا أيها الإخوة كماء البحر كلما ازداد الإنسان من ماء البحر شربا ازداد عطشا حتى يقتله وحب الدنيا كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله رأس كل خطيئة فما بالنا والدنيا هذه الدنيا التي قتلت الأنبياء والأولياء والقديسين والصالحين ما لنا لا نتجنب هذه الدنيا ونعرض عنها كما أعرض عنها أنبياؤنا نحن من ندعي الحب والولاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل نجد لهذا الحب مكان في قلوبنا عندما لا نعرض عن الدنيا وعندما نقبل على زخارفها وعندما نطمع في ملكها وفي ملكوتها علينا أن نكون الصادقين مع الله ومع أنفسنا علينا أن نكون المؤمنين الصادقين عباد الرحمن حقه نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون مع الصادقين وكونوا مع الصادقين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم إخواني ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة